السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميدي في السنة الثانية متوسطة لحتى أولياء التلاميين لم يشدوا فيها كالعادة معكم أستاذ يسمينوا يلا أبنائي وبناتي نحلوا إن شاء الله اليوم اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الطبيعية والحياة لان تلاحظوا أبنائي راح نسيه كيفاش المادة العلوم الطبيعية والحياة أنه نرجعوها عبارة عن فهم وليس حفظ إذا كانت حاجة حفظا نقول لكم بنسبة ضائلة جدا نحفظوها سننفهم ونشوفو كيفاش نجيب على هذا النموذج التمانين الأول عليه الست نقاط يقول من أجل تحمل ظروف المناخية الجافة وقلة الماء والحرارة المرتفعة تلجأ النباتات لعدة أشكال من التكيف البنيوي معتها قال لي المناخ كي يتبدل معتها يولي جاف يولي الماء قليل يولي الحرارة المرتفعة جدا النباتات بش تقدر تعيش وما تموتش تتكيف معتها وش معتها تتكيف بنيوي طبعا معتها تولي تقدر تعيش في ذلك المناخ القاسي إذن أول سؤال عرف الجهاز الإعاشي إذن يلا أبنائي دناها من ماذا يتكون الجهاز الإعاشي وكيف كيف نحن عودوا فهموه السؤال الثاني يقولي أكمل جدول آتي على ضوء ما درست إذن عندي النباتات نبات الشيح والتين الشوكي ما فهم هاو الشيح وهو التين الشوكي إذن تحورات الجهاز الإعاشي والغرض منها التحول معتها وشنه هي أقولنا كلمة تحول معتها تحول إذن ما هي التحولات اللي يقوم بها نبات الشيح وعلاش الغرض معتها لماذا نباتتين شوكي نفس الشيح ما هي تحولات اللي يقوم بها ولماذا يلا قد نادي من يعطونها كنباتت ويقولون علاش داروا تحورات وكذلك ما هي هاته التحورات ننتقل إلى 80 الثاني على 6 نقاط لغرضي دراسة أنماط التنفس عند الحيوانات أنجزنا التجارب الآتية معتها حبيت نعرف كل حيوان كيفاش يتنفس يلا عندي التجربة الملاحظة ونعلو الملاحظة معتها لماذا مع تحديد نمو التنفس إذن ملاحظة قلنا أبنائي معتها وش نشوف بالعين مجرده وساعدني قل نقول فيها يموت أو لا يموت ونقولوا لماذا معا ونزيد ونحدو شوشنو نمو التنفس إذن يلا نطلي جلد فأر بمادة عازلة معتها ما تخليش الهوى ولا أي حاجة تدخل للجسم ثم نتركه لمدة 24 ساعة إذن يلا فأر أبنائي شوفوا الفأر نشوفوا أسكي صح يموت ولا لا لا نطلي جلد دودة الأرض بمادة عازلة كذلك ونتركها 24 ساعة اللي بعده نطلي جلد ضفدع بمادة عازلة ثم نضعه في الماء 24 ساعة وآخرا نطلي جلد جرادة بمادة عازلة ثم نتركها يعني في الهوى لمدة 24 ساعة إذن يلا أكمل الجدول أعلى على ضوء ما درست ننتقل إلى الوضعي الإدماجي اللي تقول لي تحذر اللجنة الوطنية لصيد البحري من إنقراض وشيك لأكثر من حداش النوع من الأسماك على مستوى السواحي الجزائرية بسبب التلوث والمواد البتروكيميائية وزيوت البواخر التي يتم إفراغها ورميها يوميا في البحار كما أن ممارسات أخرى غير مشروعة كانت سببا كافيا في هجرة الأسماك والقضاء عليها بسواحي الجزائرية كاستعمال الديناميت في الصيد إذن لهنا ويقول لي بلي اللجنة الوطنية رهي قالت وحذرت سواء الصيادين ولا اللي يملكوا مصانع يعني يرموا المخلفات التحون في المياه البواخر كذلك أبنائي وغيرها يتقول لهم بلي عندنا أكثر من حداش النوع تعالى الأسماك اللي إنقراض ولا رهو على وشك الإنقراض كل ذلك أدى إلى تذبذب كمية إنتاج سمك السردين في الجزائر معناتها نقص مولاش كما بكري نجم عنه ارتفاع رهيب لأسعاره في السوق إذن أسعار سمك السردين راهي يعني مرتفعة جدا لماذا؟ لأنه صراهت تذبذب معناتما مولاش جينا كثير من أسماك السردين للسواحي الجزائرية حيث قفزت أسعاره إلى أكثر من 800 دينار للجزائري للكروغرام الواحد يعني أكثر من هذا واليوم أصبح سمك السردين مهدد بالاختفاء من السواحي الجزائرية إن لم تتدخل هيئات المكلفة بحماية الثورة السمكية لوضع حد لهذه التجاوزات مع تكليره يقول لي من على 11 سنين من لحقوا حتى حبا سردين نفهم إذا كملوا هذه التجاوزات يلا عندي كذلك سندات معناتها الصور لازم عني نشوفها عندي سندة الرابعة كذلك نقراوها مع بعض أبنائي تمنع اللجنة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات جميع الصيادين الصيد بالمياه الإقليمية ابتداء من الفاتح من شهر ماي إلى غاية 31 منه مع أنتها ماي ما يصيدوش قعفه وذلك على طول مسافة 6 أميال انطلاقا من مختلف الشواطع حيث تتكاثل أسماك خلال هذه الفترة وتلجأ إلى المناطق الساحلية لتجديد دورة حياتها مع أنتها في شهر ماي أبنائي على طول 6 أميال من الشاطئ مستحيل أنه يخلوا الصيد يكون لأنه علاش قلنا تتكاثر الأسماك في هذا الشهر إذن يلا التعليم أو ما طلبا منا بالاعتماد على السياق والسندات ومكتسباتك القبلية أجب عما يري أول سؤال حدد سببين يهددان سمك السردين من الإنقراض من السواحل الجزائرية إذا نعطيني زجح فيس يخلوا سمك السردين ينقراض من السواحل الجزائرية تلاحظوا باللي قرينها أبنائي إذا نعبيها نقول لكم السندات التعويسية لازم نقرأهم له ثانيا فسر تأثير المواد السامة والبيتروكيميائية على السلسلة الغذائية البحرية وخطورتها على الإنسان مع أنتها أبنائي المواد السامة والبيتروكيميائية اللي تكون من البواخر والمصانع كيفاش يتأثر على السلسلة الغذائية البحرية وكيفاش كذلك تمت خطر للإنسان يلا اقترح الليني الحفاظ على وفرة هذه الثروة السمكية الضرورية في نظامنا الغذائي ما عندهوش لازم علي ندير باش مخليش سمك السردين ينقراض من السواحل الجزائر إذن يلا أبنائي وكذلك عمرنا ما ننسوا الوجهة في العلوم دايما نذكركم بها نذكركم باش خلاص تحفظوا باللي أول حاجة نديرها في وضعية إدماجية على العلوم هي نكتب الوجهة في الأسئلة كامل توا إذن يلا أبنائي نبدأ بالتصحيح تعنا مع بعض يلا أبنائي نبدأ بالتمرين الأول يقل يعرف الجهاز الإعاشي إذن أبنائي يشوفوا أسهل منه مكاش الجهاز الإعاشي للنبات الأخضر ولا للنبات هو عبارة عن مجموع خضري زائد مجموع جذري وشنو معتها مجموع خضري معتها هدك اللي هوائي معتها تقيقي يقيسو لهوة نفهم الجزء الأخضر من النبات أما المجموع الجذري الجاي من كلمة جذرة معتها الجزء الترابي اللي يكون تحت التراب معتها مغروس في التربة هذا هو شنو معتها الجهاز الإعاشي إذن كل نبتة عندها جهاز إعاشي اللي هو مجموع خضري ومجموع جذري هذي ما نسحقوش منبا نحفظوها يلا قال لي أكمل الجدول على ذوقي ما درس نبات الشيح ونبات التين الشوكي هاو الشيح وهو التين الشوكي يعني ما تباش كثير لكن نحاولوا أن نشوفوا التحورات أو التحولات اللي يبديها الجهاز الإعاشي وشنو قلنا الجهاز الإعاشي معتها سواء جزء الخضري اللي فوق التربة أو اللي تحت التربة المجموع الجذري إذن نبات الشيح أبنائي يدير جذور طويلة مفهوم إذن هذا تحول بكري لو كان نروح لبكري بكري 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 نلقى بلي جذور تاع وكانت عادية باش يتكيف مع السخانة وقلة وقلة الأمطار والحرارة إلى غري ذلك ولا حول نفسه ولا يدير جذور طويلة مفهوم ها أو أعطاها للهنا مفهوم هادي تعنابات الشيح وكذلك اختصال مجموع الخضري تلاحظوا باللي أبنائي الشيح ما عندوش الكثير من الخضار مفهوم معتها الجزء الخضري مادى به أنه ينحيه كامل معتها الأورق تاعيه يصغرها 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 باش هكذا لماذا للتقليل من عملية النتحة وش قلنا عملية النتحة وشنو هي هي أنه النبات التاعي يفقد الماء معتها قد ما كانت كيف مادرناها في الدرس قد ما كانت الورقة التاعي كبيرة تفقد الكثير من الماء وهذا يحجب لها طبعا لا النبات مادى به أنه يخبي المياه باش يستهلكوا وقت الحاجة إذا وش رح يدير الشيح يقلل من المساحة على الجزء الخضري معتها من الورقة التاعو باش هكذا يقلل من عملية النتحة وعلش الجذور طويلة دايما عندها نفس التفسير للبحث عن الماء معتها قد ما تفرعت الجذور تاعو تحت الارض بل تلقاء الماء نفس الشيء النبات الشوكي ساق لحمية كما نقول الكرموس نلقى باللي ساقطع الحمية معتها فيها الحم الحمى والأوراق على شكل أشواك إذن يلا علشي ترساق الحمية للدخار الماء معتها يخبي فيها الماء مملك الساق الحمية ننسيوا كيف نقسمها لاحظوا باللي مادة لزيجة يعني ماء إلى غير ذلك زائد 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 لكن فيها الماء هذيك باش يدخرها إلى نفسه في وقت الحاجة أوراق على شكل أشواك علشي دي الأشواك أبنائي ليمنعي عملية النتح معتها في بلاس ما يدير أوراق يدير أشواك باش ما يكونش ممتع عنده عملية النتح مفهم إذن يلا دوما هكذا شوفوا الأغراض تلقوها كيف كيف يلبحث عن الماء يمنع عملية ولا تقليل من عملية النتح ولا كلاهما معا في نفس النبات يلا نروح إلى الدرس اللي بعده والتمنين اللي بعده قال لي حبيت نعرف أنماط التنفس عند بعض الحيوانات إذن يلا كل تجربة أبنائي لازم نفهمها حكمت فأر وطليتو بمادة عازلة واش قلنا مادة عازلة معتها ما تخليش الهواء قاعد يدخل هاي حكمتو وطليت لقاع الجلد التاعو بمادة عازلة أبنائي لا يموت لأنه علاش أسكو الفأر يتنفس بالجلد التاعو طبعا لا لأن التنفس تاعو رئوي إذن كتبوا الملاحظة لا يتنفس مثلا إذا حبينا نزيده لا يتنفس الفأر من جلده هذا لا يموت لأن تنفسه هو تنفس هوائي عفوا رئوي مالفهم تاعو إلى الرئتين يلا مورها قال لي حكمت دودة تاع الأرض وكيف كيف طليت هقع بمادة عازلة وطرقناها 24 ساعة أبنائي تموت لماذا واش قلنا الدودة مالفهم هدو كلي مشوف الأراضي الحشرات مشي كامل كما دودة التنفس تاعة جلدي معتها تتنفس من الجلد مشي من فم التاحا إذن مادم عزلتلها الجلد التاحا وما يعني كمحنا نقولو ما تخل Holz تتنفس place يذن تموت نفس الشيء الصيف وضعه طليته بمادة عازلة وحطيته في الماء كيف كيف أبنائيا موت لأن الصيف دعام في الماء باش يتنفسه يتنفسه للجلد التاعو مفهوم ماذا كذلك أن الطليته بمادة عازلة لو حطيته في البر ما يصر الولو لأن تنفسه رئوي في البر أما في الماء التنفس يكون جلدي في الوسط الماء أما الجرادة التاعي طليتها بمدى عزلة وتركتها في البر عادي تموت كذلك لأن التنفس تحق قصبي معتها عند هل هنا قصابات في الجلد التحق هي اللي تنفس منهم لو كاننا نطليهم بالمدى العزلة إذن مستحيل أنه تنفس إذن تموت يلا ننتقل الآن إلى الوضعي الإدماجي ورح نعود نفهم لكم وشنو هي الواجهة إذن تلاحظوا هاي هي الواجهة وشنو معتها هاي وهااي أبناء يشوفوا نص ونص ونص رهي واحد ونص كي تكتبوا جملة ومهما كان الوسم وتعكم الإجابة خاطئة بصحة الدونس إذن السؤال الأول وكان نعود نروح للتعليم التاعي حدد سببين يهددان سمكة السردين من الأنقارات حدير التلميدي يقول هكا سببان يهددان سمكة السردين من الأقارات في سوحة الجزائرية نقطة لا نبدأ هكا الوجهة التاعي بالاعتماد على السياق مع هذا التعبير اللي كتبوه هنا في الوضعية الإدماجية والسند واحد وثنين ولا السند الأول على حسب السند اللي استخدمتم السند هما صور السببان اللذان يهددان سمكة السردين من الأقارات في سوحة الجزائرية هي تلوث البحر بسبب ماذا؟ المواد البتروكيميائية زويلة البخور عفوا البواخر التي يتم إفراغها ورميها يوميا في البحر هذي مثلا سبب الأول السبب الثاني يستعملوا الديناميد في الصيد مع أنتا أبنائي يستعملوا الديناميد هذا كل اللي يترتق يستعملوا في الصيد مع أنتا هو اللي يصيدوا به يكلي يقتلوا به باش يسهلوا على رحم الصيد إذن حذاري أبنائي نعود نقرأ فقط ونجبد سبابيني فقط معلاش اسماك السردين ما هيش يعني تكون بكمية كبيرة ولا راح تنقرأ ما فهم إذن كيف كيف جام ينسى الواجهة السؤال اللي بعده وش يقول لي فسر تأثير المواد السماء والبيتروكيميائية على السلسلة الغذائية البحرية وخطورتها على الإنسان نفس الشي إذن بالاعتماد على السند الثالث على حسابنا وش تخدمت ومكتسباتي القبلي إيلا لذلك المواد السماء والبيتروكيميائية تؤثر على السلسلة الغذائية البحرية وخطورتها على الإنسانية هكذا وهكذا إذن يلا كيفاش تأثر عند المواد السامة والبيتروكيميائية تهدد حياة الكائنات الحية البحرية حيث تتزايد تراكز المواد السامة عبر السلسلة الغذائية لتبلغ أقصاها عند آخر مستهلك وتتسبب في تسمم وموت الحيوانات وبهذا تختل السلسلة الغذائية وتتسبب في تسمم الإنسان بعد تناوله لتلك الحيوانات المائية إذن يلا لماذا عرفت بلي نعبر هكا بس قلي عبري على السلسلة الغذائية سمكة صغيرة تأكلها سمكة كبيرة وهذه سمكة كبيرة يأكلها الإنسان إذن يلا ابنائي سمكة صغيرة تغذت على مواد سامة إذن كيف سمكة تأكلها الكبيرة كما نقوله تتسمم وهكذا نفس الشي يتسمم الإنسان لأنه أعلش يأكلها إذن مين استخدمتها؟ استخدمتها من قنا السند التاعي الثالث شفتها في الثالث أو يقول لي شوفوا هنا سمكة صغيرة ريب لون أسود معتها كلات مواد سامة السمكة المتوسطة أكلتها كيف كيف تلوث شوفه هنا كيف أشكان تلوث وبدا يطلع مفهوم على حساب حجم السمكة التاعية كيف 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 يتلحق عفوا إلى الإنسان كذلك كارثة وتلميذ يعبر كما يحب مفهوم ليس نصيل تعبير التاعوي يكون علمي وصحيح نفس الشيء أعطيني حلين نقول بالاعتماد على السمد الرابع ولمكتسبات القبلية إلى غير ذلك نعطي حلين باش نحفظه على الثروة السمكية في النظام الغذائي تعنا منع الصيد في موسم تكاثر وسن قوانين صارمة لحماية الكائنات البحرية مفهوم سن القوانين الصارمة تحبوا تقولوا زعمة باللي لازم المصانع تنظف المخلفات التاحة قبل ما ترميها إلى البحر وهكذا وهكذا إذن تقبل الأفكار الصحيحة من أي تلميذ مفهوم مع أنتها مهما كانت لسنسيل تكون صحيحة مفهوم مع ابنين إذن هذا كان بالنسبة لاختبال علوم الطبيعية والحياة للفصل الثاني للثانية متوسط كالعادة اللي عنده أي سؤال لا إستفساري خليه لي في التعليقات نجوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما أقول لكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله